حب علم الفلك جدي فتحت الضغط تطريتها تقولي تصيبات حظي حب جراجل ده مات فالواسطة الوحيدة ما عني في الحياة ماتت فخلاص بق قلت يعني أنا أقدر بداية من الواسطة الوحيدة في الدنيا ماتت أعمل بقى أنا عايز فبس فدخلت فعلا بمجيز العلوم حولت بدخلت العلوم ومنها بدأت تتحقق القصر الرياضة ثم الفيزياء بدأت الفلك أربع سنين في الجامعة وانت أي حد يشوف مثلا تبريسي وقوله فلك وقالت تبريسي وقوله الفلك وقالت تبريسي وقوله الفلك طب شوفينا هلال والنبي هلال الفنجان هي كان أطرف في حاجة لما سفرت في فرنسا واخدت ماجستيرو الدكتوراه من الكامعة فرجعت يعني فهم قالوا واحد بره متعلم بره وقال لي واحد القريب قال لي نطلبك الخدمة قال لي مش انتو بتفهم في الفضاء يعني انش عاجل التوراه في الفضاء قال لي طبعا انا عايزة بكرة عادي عليك اخذني وقعدنا سيئين سيئين نعمل القاهرة بقينا خلاك المعيدة جدا وقال لي اخذني مش عايز اقول لي قدام الناس فتالي عرفت ان على كده في ارض متصورة تبعنا ارض فضاء من البيع قال لي تميني دي بقى بكرة اخذني وده وده يعني هو دوس خلدي شخصا دي لان رب ده ايه لا تحديدنا شيء اوهد كل ما نحب حاجة احنا ايه ألف واحد يكررها فيها عشان احنا نم نعرفش نخلي الناس تحلم لاي نجد في الناس انا نتعلم بقى اللي هو الشخص الشبب الكويس الافكار دي من خمس سبع صنوين اسمها علي المدنوبة فحياتكو بقى هتشوفوا مدد جده هتلسه تتخرج له هتشترى له هتشترى له تتباوزه وكده تنسب على دك كل شيء في حياتك الشخصية اهم شيء خلائي اللي عايز يندح هو يعمل حاجة فعن ما بيحبه انه مسمعش الكلام الناس انا لو كنت سمعت الكلام الناس كان زوانين اللي تقضوا على واسطة في المصنع اللي هو الاليك يباته بس فما كانش في ما كانش فيه يعني ايشي وانه ما تحبطش احبط صفه وحش الناس بتجربت بتسافر وبقى تشتغل في الناس في مدد طريق بقى نجاحات الناس بتسافر برا مفتوحة وانه نقولك على شيء جدا انا كنت باخد في منحة من الحكومة الفرنسية بعد ما خلصت في الجامعة عيد ومعيد وكنت باخد 48 جنو مص كان رئيس القاسم ابنه متعين فكان يعني اللي عاملني وحش عشان يعني ايه اللو واني بقى لي الاولويات وكنت باخد مرتب بدون اي حباة فاستانة واني مبص بس ففي مرة اقول لي ايه وانا رايح مدرس في السكشن قال لي هيئتك وش هيئة مدرس في الجامعة بتقول لي ايه بتحكم اسم اعضاهية تدريس بلا كنت صغير جدا بلا كنت صغير جدا بلا واحد وعشرين سانا بتقول ما اعد المرتب يعني باخد 8 عيق نو مص يعني همس ايه لك واسمها باقي الجامعة فالوهم اللي تدع تشوف اليوم ده تعلمت في حاجة مهمة جدا من ده كان يعني هو كان ممكن الواحدة اللي تم مظهره حاجة لو حاس انتش المهمة انا رفضت الواحدة النهائية اللي هي فطة أستاذ الجامعة ابو بادر اني بقيت بحس ان كل حد ازا بيزبذل علينا حاجة في الجامعة معاين ابنو بيشتغل في المكان ده بعد طول احنا بالنسبان فضيع الواحد فاكتر مكان عجلني في العمل فيه هو الناس لاني لما روحت في عملت عملت الناس لقيت يعني صحيح لو احد حقيقته مش لطيفة بس ليت محن من أشيكي ناس الشبالة في ناس بشباشة في ناس بقى بايب في ناس احنا مفيش حد يشوفنا المكان اللي احنا فيه قاعات تحت الأرض ممراد دخول فيها بباصمة وبجو اي مشابسة حد بالصدفة هي أبنك كده فأجمل شيء في ناس انه هو مفيش اهتمام بالنصف كل اهتمام بالجوة فبغاية اليوم اللي شفت فيه رئيس المركز عندنا شخصية بسيطة جدا وهو ساعاتها اللي كان موجود في رئيس الديوبيجن كان من أصل أسيوي فعشان يمشي حافي اشتراب بس عشان جاذبوته متعملش صوت والموظفين يزعجب وللي يجي خبط عبابي خبط ويستخب على جنب كده وانت معاك حد عشان يزعجبش انا كنت فادل في قول ده شخص حد يشحط في الجامعة يعني في المركز وانت مين ده ايه ده رئيس المركز انا فعلا كنت فاكره شخص متساول وحاطت حاجات كلها في كيس بلاستيك كده ورق وقلم كيس بلاستيك زي روق في سوبرماركت وماشي ودايما يعني يوم كل يوم جمعة بيعمل يوم زي لباء زي كده بيجرد فيه مع كل الناس فحيس بمعندوش وقت يقابلوا يبيعظ معاك فمهان؟ انا سألت سؤال ياخد اعطت مرة معاك كنت قسم تعليم فقلت انه يعني هو شارك في حاجات مشروعات كتير فقلت انه عايز حد لك تنصح في نصيحة وست وقت لك كانت ساعت في عمر 24 سنة لسا معين في الناس فقلت انصح لنصيحة فقلت انصح لنصيحة فقلت انصح لنصيحة كنا احنا ساعتها في جونسون سكيس سنة انه هو اللي كان مسؤولا عن كل مهام الامر مشروع كله بالكامل قال لي شفت السور اللي انت شايفه قدامك ده قال لي السور ده سنة ستة وستين يعني سنة واحدة قبل ما نطلق رواد الفضاء الامر يعني بتيجي ناس كل يوم بتعمل مظاهرات بتطوف قدامه احتجاجا اللي احنا بنصرف المال العام بحاجات هايفة وكافة واللي احنا بنبعد انسان الامر وده من المحرمات وده من الحاجات الخاطئة وما كانت سنة على الارض جمعيات يعني بيجي نعتك لمعينة كده وكانوا كل يوم يبقوا على الصور والصحافة تصورهم وتتكلم معاهم وناس بتسمع الاخبار دي ويضغط البيت الابر ويجي يضغط عليهم كلهم نقاشوا المسلطات قال لي في سنة سنة ستين اول يوم نفس الناس دي بترفع الصور بقت هي نفسها بوقفة هامل وفرحانة وبقت احدث بقت اجمل شيء في تاريخ امريكا وبقت كل تاريخ امريكا مربوط بالعالم بترفع على الامر قال لي العبرة ايه بقى ان العبرة ان انت متعينتش هنا بتغير ان تقولوا الناس من البلد وانا بقى بعد كل دا كان من كم سنة من عشر سنين اقول لكم نفس المسيحة انت متوش مربوطين في البنية دي عشان تعملوا الاجدادتو اجدادكو كانوا بعملوكو مربوين اش بتغيروا الناس اتعملوا احسن مني وده الطريقة الوحيدة لبلدنا تبقى مياه احسن من الناس فالقبل تكون واحد في ان هو يراجع نفسه يراجع اعداد كتيرة غلطة حاجات كتيرة متورثة عنين خايفين راجعها كنا عايزين ننزل من القبر بيها يعني خايفين ان احنا نشيل حاجات كتيرة من الاخطاء اللى عندنا فكل دا دور الشلام مزيون وعلى فكرة يعني مش الحكومة اللي بتغير انتو بتغير يعني يعني فما تستنوش ان الحكومة تيكتغير وتعمل انتو تضلوا لكم الحاجة لو كل الانسان فنفسه بقى حضوة المحيطين دي حاجة الكتير اولا تتغير اولا فدي ثانا اكتر حاجة اللى كنت عايزة من الهالك انا دايما بدي اسأل الناس كتيري بتسأل ازاي بقى كوصلت اشتغال في الناس انت عينت في الناس كنت ملفوض من الجمع من القاهرة عشان غربت عن مراجة انتحان وغربت ليه كنت نزال بتاع صورة 2004 كنت في زيارة المريخ دفق لك مرأة انتحان الانتحانات يعني الانداريات دي بس الناس كتيرا محورة دا بس اهم شيء يمكن نعمتين من الواحدة الملد دا هم اول في نعمة نكتحن وتاني نعمة نكتنسك وتانسك لو انت في مشاكل ممكن تحلاتك بالتفكير وفي مشاكل متحلش الا بالنسيان والظلم كده لو عدت تفتكر كل حد ظلم و عدت تفتكر كل حد في طريقك و مش هتعمل اي حاجة في حاجة لازم تنسك فدي باب متنسى قدانكو السكة في طويلة فانك انت تحلم وتنسى الناس اللي بتتكسر فيك دا دا شيء مهمة التوفير زي يمكن احنا عالى مش مسلا هنوفر اجيزة اللاب توبس المغرأة تكسوا وانا انت دا هاي سبيد والسفرات اللي نسفرها برا ايه اللي واخدت ايه لا الكهرابة حد النور اللي في نأمر عليهم وتخسرينه فيه اللي احنا نحتاجين ما هامله فعلا هو انطور الجامعة المصلية انطور يعني التعليم الحكومي محتاجة لتطويق دا بزياد كليات العلوم كليات العلوم انا لسه شاك من مديك التمسيق مبارح علوم دخل في المحلة التانية بـ 78% أماني بـ 78% 7-8% 7-8% كويس نعم بس نعم اللي عموني عموني فان سوا 9.5% سبعة و تهين و نص طب اللي جايب سبعة و تهين بخش فين دلوقت انا زمان انا فكر كان اداة كان بتاخد 55% و احبوب تاخد واحدة فان انا عشرة فان سبعة و انا تبني انا عشرة فان سبعة و انا ده يعني ما ده شيء يعني وجود جهازة جهاز التنسيق في حد ذات وجود شيء غلط يعني اكبر بتسيبش الناس تختار هي عايزة ايه وبتعمل كده حواجز والناس يعني دي كليات القمة و دي كليات اللي مش قمة ما هو الحاجات دي يعني ما فان بس تخش و كل ما ينجحش في تخصص فرنسا يعني ففرنسا مثلا كليات الطب و الهندسة اا و كل ما فيش حاجة اسمها التنسيق انت بتخش اللي انت عايزة بزبط كليات هيا كلها يعني ده البلد ده البلد اللي عايزة صحية فتشلح الناس تخش اي مرتشفة تلاقي اتنين نايمين فسرين ده بياخد دوا ده و ده بياخد دوا ده و ده بياخد دوا ده و ده واحد عاش و واحد مال همشي في البلد كده فين هي الهندسة و العمارة الخلابة اللي تشوفوا العمارات طرعا بلها تكييفات و عليا دشات و احبال غسيل و شوالع نوكسارة يعني فين هي الهندسة و الطب اللي هما في المستوى الراق اللي احنا نشوفوا بيه عشان بفيه التهارفة دي مدرسات اجتماعية فقط ان هي كلم زي ما تقولوا سياسة الفخر انا الداخل كلية دي انشان فخرون فيها انشان فشخة انا داخل كلية اتعلم بس الهدف انه في نهاية انا البرستيج الشكل المظهر زي ما كنت لسه بقولوا احنا جوا احنا اكتر شعب في الدنيا مشغول بصورته قدام العالم و مش مشغول بصورته قدام نفسه مهم الناس شيطانة ازاي مش مهم ان شايف نفسي ازاي مش مهم عائلتي شيطاني ازاي او بيتي اتريفني ازاي دايما اهمينا الاخرين اقوى انسان في الدنيا هو التحرر من العودة دي مش كيف مكش الناس يعني انت يعني انا بعمل شغلين الناس مبسوطة الناس مش مبسوطة داول بي بقى دي مش مساني حدش كمني عليه او يمدحني فيه او اي شي فده انا افراقي هي ثقافة ان هي الناس بتخشوا كليات بالفخر دي بعدين اندصار التعليم المهن ان كملك دمعات دي بلوم صماعي ازاي ازاي باهمان انا مش شايف ابدا ونازمة لووز التنسيق دا ممكن اول سنة بي بقى خمسين الف وللتالي سنة محدش ايخش خمسين الف اي حد ممكن يخشها اي حد ممكن يخشها اشوف بقى لحاجة بيستيج احسن نعمل يقول ايه التلفانيات الايفون بسيطة اللي يخشها لازي يكون معاها تنين الايفون واعيك كلها عدها الفون وربين بيها ويتعمل مش مهم بتعلم ايه بس اللي هي تبقى تسميها كليك مويسة ايه 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 انا فاكر كويس لما كنت في عبروكي بتخرج من جامعة فكل مسلا كنت بشوف انا اخونا بتخرج من قليل عند درسة اللي هي في اسكندريا اكاديميين ان اخونا ذلك في الاكاديمية البحرية انا كلهم مروح في هلاك كان متسرل ماشاء الله يعني مهالز فول يعني الموزعيين انا عشانة ما عليش تم تحول اكاديمية ما عليش اه ما اكاديمية وناشتكدش من ايه حاجة اتقادت كان طلعون نورة زي من المجنالية ونجوزش بطاعة ونحنش بتجوز حد في علوم الا في الخليل اشتغل بقى مدارس بقى انا اسمعت انا بواحد عامل مزرعة الدروس خصوصية بحد هارف بقى ايه مزرعة الدروس خصوصية ده زميل كان في كويت العلوم معنا فده ده انه هو خديد العلوم النادي سافر في الكويت في الامراض قعد عشر سنين رجع هو من الامح عمل بيت كده مدرسة صغيرة الدروس خصوصية وانتر شغال صبحه وليه سيدي ده بيز بيز المزرعة عندي فانترون ترون وحظون فراية كلها عيال واطفال وكده والناس بعصيان تطرب فيهم وانترون انت اشتغلت المدرسة قالي لا ده كل دور فمصير شغال من الصبح ده قادة صورة خريق العلوم واشتغل العلوم الاساسية مثل الكيميا والفيزياء مثلا باتي بتتصور عشان ترون ان اشتغل في مغال علوم الفضاء لازم تكون متخرج والقسم في اسم علوم فضاء والقسم العلوم الفضاء بتشمل حوالي خمسين تخصص من الاحياء للكيميا للفيزياء بعدين كدرافات العلية ضرع انها تكمل ان انت متعلمتوش في المرحلة دي فمتقلقوش بالعكس فش في التخصص الاقرب اللي انت فيه وتخصص في الدرافات العلية يعني وبعدين الدرافات العلية ما هي مامورة عشان كده طب يا دكتور ممكن يكون عندنا حاجة زي ناسا هنا في نصر طبعا ممكن عندنا حاجة احسن بس ليه مش عندنا اعطيكم مثال ناسا في هيئة عمروة 40 سنة المركز القانون البحوث في مصر مامورة سنة 32 يعني عمروة 80 سنة ضعف ناسا ناسا شغال فيها ناسا شغال فيها 15000 شخص قطاع التلفزيون شغال فيها 45000 شخص ناسا 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 قيمتها كلها اللي هي مصنع الأحلام احنا وزفتنا نحنا نجيب أحسن ناس أحسن تخصصات ونعمل بهم حاجات برا الصور بتاعنا محدشة نعملها لكن احنا مش ريتنا من احنا هي الطالب الكويس من محتمش بيه الطالب الكويس من الطالب هو الصور الحقيقي الموجودة في الكلمة طالب كنتو كان فيه سؤال بيديلتك نفسه على كان شغال اخر مش وقت بتاع ايه في اول لحظة خطاعت فيها الولادة اللي بتاعنا من مصر يعني اللحظة كان شكلها عمل ازاي شوار هنكس عيدها ايه من اللي فوجهت بيه اختلف عن مصر انت صار ما انت كان في التقفصات ماببوضة سات الوقت دا ولا الاختلال فعاشت مع نظام ازاي انا اول ما سفرت برا مصر كنت السفر في فرنسا في فريس فكنت بعد الجيش يعنيانا انا كلت اوخدة في مق Nasıl من فرنسا وجعلت المنحة شان الجيش عدد نفسي طالع فكتبت لجامعة تاني قولي هناك فيك من المصاريف وتعلم وانشوف حل تفت فعلا فرنسا كانت اول يوم وانا فيه هناك اني طلعت من وسط الجيش كوكش متخيل بقى لان انا موجود فكلام دا حصل في اسبوع لسه واخد بعدين مكسوف كل الجامعة ايه يعني انا رايح بورقة جامعة وانا بيبلاق قزاني ونفسي فدرس ازاي فبقائك نفس بقى هناك في فرنسا وعالم تاني الناس تكلم بشكل تاني وحياة اخرى كان فيه مشهل دا انا مش هنساهم اللي كنت في الجامعة دخلت فكان فيه واحد وواحدة عابلين ولازمين في بعض شوية وحضنين بعض كده فانا وقفت كده بتطلع لجيش كوكش سوايا في الجامعة وقفت فانا كويس الهنا الموقع بقى هده انا شاهد ونسا تيه كلها مش شوم دي بقى تنزل عليهم وانا هده واحد فانا شاهد انا شاهد عادت وهنا افتدى مصر محنش اي حد جامع مفيش اي حد تكلم وانا مستنى بقى ناسي تايمة كناسي تايمة وانا مشيه وانا شاهدت ناس لها نفس الشيء ولغاية وكل ما رأى في حتة نفس الشيء ولغاية ما صدت السكن الجامعي لقيته مختلط لانا عيشت كل حاجة في حياتي في انتصال كان فيه انا كنت في مدراسة الفكرة اللي ورا كامعة ورا هي اللي دي سيبه باللوم واخدت بالك بسيبه باللوم وفيها قسم البنات وقسم أولاد وفيها صور كده زي البرلين عليها اسناك شاهد لعزاز مكاسة انا عاشت بالصور ده ودخلت الجامعة كنت العلوم برضا وفي فاصل ودخلت الجيش اساسي مفيش اي حاجة وفجأة انا رفنا كامة مختلطة فمش عالف عام ليه فكان فيه حد طرح الهد من مصر معايا فقالي بص احنا نقفل علينا لا لا اكلون قتلهم بص ونخرج عشان الفطرهم والنام بعد ما هم ينام اعدنا كده فعلا اعدنا كده فعلا في الحال ده ثلاث شكور ربوة عبر معا احنا بخلقات من فضاء فعلا